بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أفضل وقت لوضع زيت الزيتون على بشرة الوجه هو قبل النوم فالتجعيد هي جزء طبيعي من علامات الشيخوخة ولكن في الوقت الحاضر تظهر هذه المشكلة عند الشباب أيضا وهذا ما يبين لنا أن هناك تعامل خاطئ مع البشرة وذلك بعوامل كثيرة مع تعرضها إلى العديد من العوامل مثل الشمس والجفاف والبرد والإكثار من تناول الحلويات والسكريات والتي تعد اللدود للبشرة والصحة يمكننا استخدام زيت الزيتون لإزالة تجعيد الوجه مثل التجعيد حول العينين وكذلك الخطوط الدقيقة على الشفاه وعلى الجبين وكذلك الرقبة وذلك بسبب فوائد زيت الزيتون المضادة للشيخوخة على البشرة لأنه يحتوي على حمض البوليفينول ويعمل كمكون لمكافحة التجعيد يحتوي أيضا زيت الزيتون على فيتامينات بي و دي وكذلك دهون مشبعة تساعدنا في التخلص من مشكلة التجعيد أولا لدينا هنا روتين نتبعه من أجل أن نضمن أن تكون الوصفة ناجحة تخلص من التجعيد وله فوائد كثيرة للبشرة أولا لدينا مقشر ثم الماسك وبعدها المرطب نقوم بعمل المقشر لمرة واحدة فقط في الأسبوع وبالنسبة لباقي الوصفات سأتحدث عليها في هذا الفيديو أولا نقوم بعمل المقشر نأخذ هنا ملعقة طعام كبيرة من السكر الأسمر السكر البني يمكن استعمال السكر الأبيض أو مبشور جوز الهند لذوات البشرة الحساسة نأخذ جوز الهند ونقوم بطحنه في طحونة التوابل للحصول عليه على شكل ناعم نوعا ما ثم نضيف على ملعقة الطعام من السكر نأخذ اثنين ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ونضعها على السكر ونقوم بمسج المكونات جيدا من أجل الحصول على مقشر لتقشير البشرة ويستخدم هذا المقشر لمرة واحدة فقط في الأسبوع طبعا التقشير يكون بحركات دائرية خفيفة حتى لا نؤذي البشرة لمرة واحدة فقط قلت في الأسبوع نستخدم هذا المقشر يمكن إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي لهذا المقشر لزيادة فعاليته أو بالنسبة لمن بشرتها مترهلة يمكن إضافة خمس قطرات من زيت لبان الذكر زيت لبان الذكر فعال لشد البشرة طريقة عمله موجودة في القناة أو يمكن شراؤه جاهز نقوم بحفظ هذا المقشر في البيت لمدة شهر كامل صالح للاستخدام بعد عمل المقشر نقوم بعمل الماسك الماسك هنا مكوناته ملعقة طعام كبيرة من الزباد الطبيعي يفضل لو كان زباد منتهي الصلاحية يمكن استعمال الزباد المنتهي الصلاحية فوائده كثيرة للبشرة فهو يعمل كعلاج للتجاعد العميقة لأنه يحتوي على حمض اللابنيك وحمض الالفاهيدروكسي الذي يقشر البشرة ويخفي التجاعد كما أنه يحتوي على مضادات للبكتيريا يكافح الفطريات كذلك ممتاز لغلق المسامات المفتوحة ملعقة كبيرة من الزباد الطبيعي أو يوغورت طبيعي يوغورت أو الروبة ثم نضيف على ملعقة الزباد الثان ملاعق صغيرة من زيت الزيتون يمكن إضافة كبسولة الفيتامين ها طبعا هنا من أجل فقط زيادة الفعالية يمكن الاستغناء عن الفيتامين ها أو الفيتامين اي ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية هنا مقدار زيت الزيتون يكون ملعقة صغيرة فقط واحدة نقوم بتطبيق هذا الماسك على بشرة الوجه دائما بداية بالرقبة تكون بشرة الوجه نظيفة نترك هذا الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة وذلك من أجل سماح المغذيات الموجودة في زيت الزيتون والزبادي في التغلغل داخل البشرة للاستفادة من هذه المكونات ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر نكرر هذه الوصفة بشكل يومي قلت ليلا قبل النوم وبعدها نقوم بترطيب البشرة المرطب هي أن نأخذ الكريم المرطب الخاص بك أو يمكن استبدال الكريم المرطب الخاص بك بزيت جوز الهند أو زبدة الشيا هذه هي المكونات التي نستبدلها بالكريم المرطب الخاص بك ثم لكل ملعقة طعام كبيرة من الكريم المرطب نضيف 2 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض الكريم المرطب مع زيت الزيتون يمكن إضافة كبسولة الفيتامين E لهذا الكريم وبسهولة الكريم المرطب يتشرب زيت الزيتون أي نوع كريم مرطب يناسب نوع البشرة نقوم بترطيب البشرة بعد استعمال الماسك بهذا الكريم قلت البديل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا الترطيب يكون من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمنطقة حول العيون يكون تدليق خفيف جدا يجب أن لا نضغط على هذه المنطقة ويجب أن ننتبه إلى كمية زيت الزيتون المضافة في هذه الوصفات حيث لا تزيد عن الحد المطلوب فتسبب لنا سد مسامات البشرة ويجب أن يكون زيت الزيتون نوعية جيدة وغير مخلوطة مع مواد أخرى وإبعاده عن مصادر الحرارة بحيث تحفظ هذه الوصفات في بكان جاف أو حتى في الثلاج لا مانع في ذلك كما سبق وذكرت البشرة الدهنية المقضى يكون ملعقة صغيرة فقط وليس ملعقتين صلاحية حفظ الكريم أسبوع كامل قلت ولو توفر المنتهي الصلاحية الزبادي يكون كذلك رائع بالنسبة للكريم المرطب صلاحيته تدوم لمدة شهرين كاملين ويمكن استعماله حتى لترطيب الجسم كامل هنا يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسادة تعمل على حماية البشرة من الجذور الحرة مرتب مرتب طبيعي للحفاظ على بشرتنا نظرة كذلك هو يستخدم أو يساهم في علاج البثور البيضاء إذا كانت بثور بيضاء في بشرتك أو رؤوس سوداء ممتاز هذه الوصفات للبشرة وكذلك هو مضاد للميكروبات يعمل على علاج التهابات البشرة الناتجة عن الفطريات وكذلك هو ممتاز لعلاج قلت التجايد بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعمل فائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته